السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل الإسهال من علامات الحمل أم لا تعد مشاكل الجهاز الهضمي من المشاكل الشائعة في الفترة الأولى من الحمل مثل الإمساك والغسيان وغيرها قد يحدث الإسهال كذلك لكن بنسبة أقل لزمن المحتمل أن يكون من علامات الحمل المبكرة كما ويمكن أن يحدث في أي فترة من فترات الحمل خصوصا عند اقتراب موعد الولادة إذن فالإجابة على سؤال هل الإسهال من علامات الحمل؟ إن شاء الله من المحتمل أن يكون من علامات الحمل المبكرة بالفعل حيث تعد التغيرات الهرمونية من أهم الأسباب وراء حدوث الإسهال في فترة الحمل حيث يمكن لارتفاع هرمون الأكسيتوسين أن يتسبب في زيادة حركة الأمعاء مما يؤدي إلى مرور البراز بسرعة أكبر مسببا الإسهال من الأسباب الأخرى المحتملة لحدوث الإسهال في فترة الحمل ما يليه 1- التغير في النظام الغذائي تحاول بعض السيدات تغيير النظام الغذائي بشكل مفاجئ عند التأكد من حدوث الحمل مما قد يتسبب في اضطرابات معاوية 2- التحسس من بعض الأطعمة يحتمل أن يتسبب الحمل في حدوث حساسية جديدة تجاه بعض الأطعمة مما يتسبب في بعض الأعراض مثل الإسهال 3- الفيتامينات تسبب بعض الفيتامينات التي تتناولها السيدات أثناء فترة الحمل في حدوث الإسهال وآخيرا جديد بالذكر أن الإصابة بالإسهال لا تعني بالضرورة حدوث الحمل حيث من الممكن أن يرتبط الإسهال بأسباب أخرى غير الحمل مثل العدوى بأحد الميكروبات أو التسمم الغذائي أو تناول بعض الأدوية التي تؤثر على الجهاز الهضمي في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة السحة والمطبخ